35 عاماً والصراع التركي مع منظمة حزب العمال الكردستاني على أشده منظمة تخذت من جبال قنديل مركزاً لها وتدعمها جهات إقليمية وتتلاعب بما تسميه قضيتها القومية وخلال هذه المدة نفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية كبيرة في شمال العراق وشمال سوريا مستهدفاً حزب العمال الكردستاني وأذرعه أبرزها عملية الفولاذ عام 1995 حيث بدأت القوات المسلحة التركية هجوماً مسلحاً في شمال العراق بقوات قوامها نحو 35 ألف فرد مستهدفة حزب العمال الكردستاني وعملية المطرقة عام 1997 حيث أرسلت تركيا 30 ألف جندي إلى شمال العراق لقتال الحزب الانفصالي الكردي عملية الشمس عام 2008 أيضاً كانت في شمال العراق لمهاجمة المقاتلين الأكراد الذين يستخدمون المنطقة العراقية قاعدة للتخطيط لهجمات ضد تركيا قولوا الله قولوا الله قولوا الله قولوا الله قولوا الله بعد ثورة سوريا أخذ الصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني شكلاً جديداً بعد أن تغطى الحزب بتسمية وحدات حماية الشعب لكونه موضوعاً على لائحة الإرهاب الأمريكية والأوروبية ومعظم دول العالم وحدات حماية الشعب بدأت نفوذها بدعم من النظام السوري لضرب الشارع الكردي المشارك في الثورة السورية وبعد أن قوي نفوذها بدعم أمريكي وروسي بدأت تطالب بحكم ذاتي ومن ثم فدرالي في الجزيرة السورية ما دعا تركيا إلى التدخل برياً ضدها في عملية غصن الزيتون عام 2018 حتى تمكنت من طردها من كامل منطقة عفرين شمالي حلب لكن تمركز هذه الميليشيات شرقي الفرات ظل يثير مخاوف أنقرة فأطلقت عملية نبع السلام التي أثارت زوبعة انتقادات من الدول اللاعبة في المنطقة ما يؤكد أهمية هذه المعركة في دفن مشروع تقسيم سوريا في رمال أحلام الدول التي تخطط لهذا التقسيم